اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه في بعض الخلافات الزوجية لكذا كان في بينهم ابناء تلقى احد افراد الاسرة وكذا هو ما اخذ الاعيال بس مو بفعل جرم الخطف كتل وربط وحجر وتسكير جاذبهم بطلعة بكذا بزوارة وقاعدين في البيت العبود بشكل طبيعي تام لكنهم في المقابل حارمهم من الطرف هل هذا يجرم كفعل الخطف كذلك شوف هو الخطف اول شيء تعريفه نقل شخص بشكل غير قانوني ايه او قصرا من مكان الى مكان اخر قانون الاحوال الشخصية انه نقول في بعض الثغرات مثل حضانة الحضانة الحضانة الام اذا خذت الحضانة احنا نطلب من الرجل انه ياخذ حكم رؤية عشان يشوف عياله ايه نفترض نقول الرؤية يوم الجمعة بعضهم لما ناخذ يوم الجمعة محدد ساعات معينة نعم نفترض نقول من الساعة 4 الى 8 مثلا مايرد يوم 8 اعناد بالزوجة بالضبط اعناد بالزوجة يخلي عياله الى نقول ثاني يوم مثلا واليهال مستأنسين ما فيه غصب وضع طبيعي وكذا تسجل عليه قضية خطف قضية قضية شنو قضية خطف خطف ابناء مسمىها قضية خطف نعم خطف لكن اذا رفعت قضية يطالعون حسن النية القاضي يطالع حسن النية حسن نية الاب لان الخطف بالمعنى هذا يتعارض مع نقول معنى الابوهن فممكن حسن نية يطلع فيها براء ممكن يكون لا لما يكون قاضي مثلا تنظر فيه ينظرنا منظور ثاني انه لا قضية خطف ابناء فحن نطالب ان حكم الرأية انه يكون عندك حتى تشوف الولاد كذلك الام لما نتاخذ حكم الحضانة نعم مو تقعدهم عنده ندري حن نعرف ان الحضانة للام وان علت لكن لازم يكون عندها حكم حضانة نعم ذكرت مسألة مهمة فيما يتعلق بموضوع خلنقول السلطة التقديرية اليوم للقضاء في انه والله يحدد ما اذا كان نية الاب هي نية سليمة ولا لا بنوع عليه يحكم لكن حين خلنقول حكم القاضي بانه والله هذا الاب فعلا خاطف وفي قضية خطف شنو أخر نقول الإجراءات المترتبة على مثل هذا الحكم حكم الخطف فيه عنده عدة صور أول شي عنده طبعا فيه الخطف بالحيلة فيه بالتعديد فيه طبعا أنا بتنوع لك بالخطف بشكل عام نعم فيه الخطف بغرض السرقة فيه خطف وانتحال سنفة رجال المباحث هذه نشوفها كثير مناطق يعني الوافدين وما شبه ذلك فالخطف عنده صور بالخطف بالحالة هذه يكون ما يجاوز الثلاث سنوات ما يجاوز الثلاث سنوات اي بس صعب أنه ياخذ حكم الأب يعني نعم لأن أقلبية مثل ما قلتك يطالح حسن نيته يطالح معنى الأب أسألك عن الحق العام في بعض الجرائم حتى لو يعني يطلع بكفالة وغيرها يعاد عليه كذلك بما يعرف بفهوم الحق العام هو أجرا بحق المجتمع كذلك جرائم الخطف بالعادة تكون شخصية من شخص إلى شخص هل يطالح موضوع الحق العام نعم مثل بره أو دفع كفالة أو 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 شوف الخطف بالنسبة للحق العام ممكن يتنازل عن حقه المدني المجني عليك أن تكلم أو المتضرب بالضبط يتنازل عن حقه المدني كم وفي يعني مثلا الخطف بالشروع بمواقعتها نقول مثلا وهو خطف الإناث نعم أو بالإكراه هنا لا ما يقبل لنا مرتبطة جريمة الخطف تنازلت عن الخطف مرتبطة بالشروع بالمواقعة أو الإكراه الخطف متى يتم في التنازل مثلا الخطف بغرض السرقة واحد داشت البيت ومأخذ مبلغ وخطف هنا بالحالة هذه كذلك الخطف والإيذاء الجسدي إيذاء الجسد ممكن تتنازل طبعا تتنازل متى؟ قبل صدور الحكم أو بعده أو بتحقيقات النيابة تتنازل يعني سواء خضيت مال أو تنازلت عفو لله يسمونه هذا العفو الخاص ممتاز فيما يتعلق بموضوع الخطف حتى عن طريقة سرقة اللي قلت أنت ما يشمل هذا خلينا نقول العفو العام ما أدري أنا عندي يعني خلينا نقول فلسفة أخرى ما أدري إذا القانون يأخذها بعين اعتبار ولا لا أنه مثلا السرقة هذه اللي قام فيها أو الخطف بقرض السرقة مثلا سببت خلينا نقول الدعر والرعب بأوساط المجتمع بأوساط المنطقة فهل أيضا هذا ممكن يؤخذ بعين الاعتبار أنه هذا حق عام لأهل المنطقة مثلا مثلا ممكن ممكن ينظر فيه ينظر فيه الغاضية هذه ما فيه مشكلة لكن فيه أنا أقول لك الخطف عنده عدة وجهة يعني أقول لكم بأضرب لكم مثال نعم خطف المجنون يختلف عن أو المعتوه يختلف عن الإنسان العادي المعتوه اللي هو المخطوف ولا يكون خطف لا اللي يكون المخطوف المخطوف معتوه يختلف يختلف بالعقوبة ليش تكون عقوبتها عشر سنوات أكثر أكثر خطف المتزوجة يختلف عن خطف المرأة البكر البكر المتزوجة تكون سبع سنوات لا البكر تكون أكثر آه يتفاوت أي يتفاوت يعني هي تصل عقوبة الخطف من ثلاث سنوات إلى خمس ساعة سنة فعنده عدة صور أيضا نقول محل يعني عدة صور فيه يطلعون الركن المادي اللي هو انتقاله أنت طالما خذيت المخطوف من مكان إلى آخر هني هذا الركن مادي فيه محل الجريمة وين صاير الجريمة محل الجريمة الحيلة والإكرار إده توجه نعم ممتاز والله شواهد عديدة والأمثلة ممكن لو نعددها وايد لكن يطري في البال بعض الحالات اللي قد تكون خاصة جدا خلي أتكلم عن حالة مثلا كان شخص متزوج والزوجة ممتنعة عن هذا الزوج ناشز بالضبع في حال أقدم هذا الزوج يحبها شنسوا يعني يحبها فأقدم على خلينا نقول تلها خطفها جرها من سؤال من مكان عملها أو من مكان عام مثل ما قلت بهدف المواقعة هل هذا يعتبر كذلك تصنف خطف هما على علاقة وهي متزوجة وهو زوجها لكنها ناشز أو ممتنعة عنه فعلا هذا يعتبر خطف تصنف خطف تصنف كذلك حتى لو كانوا تصنف خطف طالما عدم رضاها أو من مكان إلى آخر تصنف خطف ممكن ممكن حتى وخلنا نقول لو أحسن الخاطف معاملة المخطوف هل هذه يعني أو شهادة مثلا المخطوف المخطوف العربي ممكن ماذا لا نعم وجود أن مثلا ما أداء جسديا ما أداء نفسيا خطف لغرض ما و شنو الغرض أيا كانت هذه الغرض لكن أقصد أن في مسألة رأي المخطوف في تعامل الخاطف هل ممكن يغير من مجرى الحكم طبعا يغير يغير وحنا أشوف الخطف من يقدمها هي ترى عبارة عن الأقلبية عبارة عن شكوى اللي يقدمها اللي هو المجنع عليه المتضرر بالضبط إذا المتضرر لا والله شاف الخاطف عاملة معاملة خاطف محترم لا لا أنا أقرب لك المثال أكثر هنقرب المثال أكثر وهذه أيضا نصيحة لشبابنا أمانة في حال لأقول لك الخاطف و المخطوف في حال بنت سواء مراهقة أو كانت في عمر تجاوز الثمانتاعش أو الواحد و عشرين و اختفت من البيت و كانت مع أي شخص صديق عشيق سمى ما تشاء و على علاقة طيبة جدا متى ما وقعت أو صادوهم هنا في مشكلة ممكن تتبلع لو دول خاطفني أو مغرر فيها شلون يصير لتوسط هنا شون يتمتقي من الحال إذا كانت هذه فعلا خطف أو مخطف هي متغيبة فقط على حسب متى قدمت الشكوى يعني لما عقب ما طاحوا عليه لا أو عقب ما دلوا مكانهم و شوف هنا فيه دش باقوال على قلوتهم أقوال التحريات ضابط المباحث أهي أهي إذا اعترفت و قالت خاطفني هالخلق يقع عليه ممكن لش لا ممكن يقع عليه ممكن مقدمين عليهم تقيب و يأخذون أقوالها يعني أقوالها وأقوالها يشوف ترى القاضي يعرف يفرق أي طبعا يعني عنده سلطة يسمونها محكمة الموضوع فيعرف يعني القضاء يعرفون يفرقون و شوفون المصداقية و كذلك يعني جدام أيضا البنت الفتاة جدام المحكمة يصدعونها يصدعون ضابط الواقعة يواجهونهم تبين تبين هذا قصدك أيضا في خطف أنا بتكلم عليه بعد ذلك اللي هو خطف حديثي الولادة هذي ترى تصير حديثي الولادة تصير حديثي الولادة يعني حديثي الولادة مثلا على سبيل المثال تو والد حتى ما طلع لبلاغ الولادة مثلا أو ما السلمة ياخده يقير يعني سواء بوراق شخصية ما شابه ذلك يقير هذي يتعاقب ما تتجاوز ثلاث سنوات أو قرامة ثلاث تلاف دينار وهذا تصير بدل عيال يمكن سمعنا أحد الفترات أنه بدلوا يعني بحدى المستشفيات بدلوا عيال بس لحظة يعني عشان سواء فلسفة فلسفة الحكم والعقوبة لا أعتقد دائما لابد أن تكون شد بالضبط دائما العقوبة تقارن أو لابد أن تكون بحجم الواقع اليوم يعني لما تصرف عن مثلا خطف رجل بالغ مثلا قادر ممكن توصل مثلا خمس سنوات أو سبع سنوات ممكن خمس سنوات طفل اليوم طفل لا حوله ولا قوة و تغير حياته و غيرت حياته حطيت شخص ثاني ثلاث سنوات صح ثلاث سنوات هذا ما يعتبر خلل تشريعي أو يحتاج إلى تعديل هذا يحتاج المشرع يحتاج بتعديل قانون مثل اللي تكلمنا قبل شوية اللي قلنا خطف الأب لأبناءه يحتاج يعني لا بس عفوا يعني الشاهد خلنا نقول هذه حادثة يمكن و قد قاد قول صارت هل يقيم كذلك موضوع الفترة الزمنية يعني هو تم تبديله و ظل سنة فولي حمو ذاك الوعي هل يختلف شدة الحكم إذا كان لا عاش عمر ولا ما عاش عمر تعالف مع المحيط الغريب بالنسبة له يعني شوف هو رح يكون حديث الولادة يعني حتى بعد سنة بزلهم منه بالضبط هذا هذا ممكن بعدين تالي نقول نجيبه باللهجة العامية اعترف اللي خاطفة قال يبه هني عاد يرفع دعوة وتعويض يمكن يصل لمبلغ كبير هذا السيد ضاحم بس عفوا يعني الحين ما يخالنا نقع سؤال خطف وخطف وخطف احنا في فترة زمنية سابقة كنا نسمع عن قضايا خطف ونذهل بس التقع تقول فيه هل فيه وما نسمع عنها ما يتم تداولها شوف بالقضاء شوف أو كمحامي شوف فيه بس قليل مثل الأقلبية اللي قلنا هي خلافة يصنفونها نقول يصنفونها الأب اللي يخطف ابناءها معني أنا مو معه يعني عرفت هذا الموجود أما الأشياء الأخرى نادر يعني نعم بس أنا برد موضوع خطف حديثي الولادة و ما أدري الموضوع أنا بصراح مو قادر أتجاوز يمكن شيء اللي بقول ما لا علاقة شيء بالقانون ولكن خلنا نقول كأجراء احترازي هل ممكن مثلا أن يعني خلنا نقبل السلام والولد أو قبل لا تروح تطلع للبيت أنه ممكن يتم خلنا نقول فحص دي انا مثلا أن والله هذا ثرى ولدي ايه ولدي ولا هل هذا إجراء خلنا نقول سليم هل إجراء قانوني لا مية مية ويأخذ من حدثي الولادة دي انا هذا يطلب هذا يمكن الجزئية التي تفرق يمكن هذا كان بس استضاح واختراح ممكن يعني يحلل المشكلة مواهي منحية قانونية لكن اليوم من خلال ممارسك للمحامة والقضايا المحامة خلنا نقول بين أروقة المحاكم شنو أبرز خلنا نقول الأشياء اللي قاعد تسوونها غلط الناس قاعد تأدي فيهم إلى أن يكونوا مخطفين شوف أبرز أشياء طبعا الأطفال أي الأطفال وهذه يحتاجون لتوعية كبيرة يعني الطفل لازم يحتى والدينا أنه لا تفتح الباب لأي شخص أنه في الشارع لا تركب مع أي واحد بالذات ترى الأطفال يعني نحن دائما حتا كنا نسمع في فترات سابقة أكثر مخطفين الأطفال يعني واحد قال لك تعال أخذ حلاوة أو أودك للعاب يركبوا أول شيء لازم على قررتك أن تكون عند والدينك يعني هذه نقطة النقطة الثانية أنه في حالة الخطف لازم حتى الوالدين يحطون أبنائهم تطلب المساعدة تحفظ رقم الأب أو الأم تحفظ يعني يكون حافظ لا سبح الله هذه التي أنصح فيها الأمانة التقناة العديثة لم يجعل شيء بعد سهلت سهلت وفي كود وفي حركة يمكن ساين قاعد تشوف بالسوشال ميدي قاعد تطلع ما أدري هل هي صحيح أو لا أنه والله ترى الوالد مخطوف ما أدري حركة بالإيد يسوونها شيء أي في حركة صحيح يعطي إشارة يعطي إشارة للناس ترى يا جماعة ترى هذا خطف صح بالعقص هذا أنا يدى أول حلم المهم هذه الإشارات أن الطفل يتعلمها المهم أن تكون سائدة يقعد يسوي ويأشر ولا حد حوله حتى الإرتاق هذه والأشياء يعني يهم الواحد يحرص أن أنا قاعد يقولون لي لازم نختم وأنا دائما أشط آخر شي شوية في الخطف إنسان خاطف إنسان هذا واضح معروف وتثبت سهلة لكن هل يؤخذ لو واحد يروح يسجل قضية يقدر يتهم شخص بأن فلان خطف حياتي أو فلان خطف قلبي أو فلان خطف مشاعري نعم هل تؤخذ بالقانون أم لا يأخذ بالمشاعر لا طبعا لا يأخذ بذلك ما حد يقدر يتهم آخر أو لا لا واحد طلع بنحفة إنه خطف قلبي خطف مشاعري ما يدور هذا يدور فقط في الأمور الحياتية الأمور الحياتية لكن سؤالك ألهمني لسؤال آخر خطف الحيوانات التي في أجلكم الله هل أيضا تعتبر خطف لا أنا أفكر بمشاعر هذا سؤال مسأل لأنه حين في ناس عندهم مثلا عزيكم الله لتسلاب عنده 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 وعنده 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 وشهادة منيرات وفيه قاعد نشوف حتى في مبالغ توضع أنه مثلا تشرب ضايع وإلا قطة ضايع ومبالغ عالية هل أيضا هذه تحت تندرج تحت السريقة سريقة وليس تخطف سريقة وليس تخطف إذن نقدر نقول أن هناك حالات خطف بإمكان إثباتها وحالات أخرى لا تصنف كخطف إلا كسرقة إلا المشاعر ما الهقاب ما الهقاب إلا المشاعر ما الهقاب عليها فاصل فاصل